اللهم علمنا بما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك ألم يا رب بارك لنا في وقتنا بداية كده لما قول لحضرتك صيغة مبالغة يعني صيغة مبالغة تقول لي اسم مشتق طبعا التعريف ده ما بتسمعوش في الامتحان بس بتعرفه عشان بتفتكر الدرس يعني صيغة مبالغة اسم مشتق اسم مش فعل مشتق يعني متاخد من الفعل حلو زي ما شرحنا قبل كده في اسم الفعل اسم مشتق للدلالة على قصرة القيام بالفعل يعني ايه؟ يعني لما غششك و تعال اقول لك تعال كده اجا اقول لك كلمة أقول صيغة مبالغة وكلمة سميع صيغة مبالغة انا غششتك اهو انت لسه متعرفش هنفترض اللي انت متعرفش كلمة أقول بتفيد ايه؟ يعني انا ايه الفرق بين لما اقول اكل الولد او الولد اكل والولد اقول ايه الفرق ما بينها؟ ان كلمة أقول تدل على قصرة القيام بالفعل ان اكل انه مش اكل ده اكل مرة واتنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة عارف انت العيال اللي احيانا بتصحى الصبح تفطر تنزل تخرج مع صاحبها الصبح تفطر تاني طب وبعدين يرجع بقى قبل ما يرجع ياخد سناكس كده في الطريق ويرجع يتغدى صاحبه يقولوا يالله ينزل ناكل يقول لهم يابني مشجعان وينزل بعد كده يقعد معهم يقولوا نطلب لك اكل بص هطلب سندوتين عشان لسه اكل فيوم اكلتين طب وبعد بالليل يجوعوا فياكلوا يرجع البيت يتعش فلما نيجي نقول لولد ده اكل ما ينفعش اقول اكل هو ما اكلش ده هو افترة فبنقول لولد اكل اكل معناها ايه كثير الاكل حلو لما نقول هذا رجل سميع او الله سميع سميع يعني يسمع مش قصدنا كده سميع يعني يسمع وبكثرة غفور يعني يغفر وبكثرة يبقى اي كلمة ده لك وقول لك خلي بالك يا ابن دنصيغة مبلغة معناها ايه يحدث وبكثرة اتفقنا اتفقنا ابقى نقطة بقى حضرتك عايز تسألني فيها هو انا اصلا اشعرفني ان كلمة اقول وكلمة سميع سيغة مبلغة انا بتخان نفس انها مش عارف اي احد خالص يا استاذنا زي ما قلت اشعرفني هجا اقول لحضرتك يا سيدي ان سيغة المبلغة عندنا لها خمس اوزان لها كم وزن خمسة تعالي نكتب هنا كده سيغة المبلغة سيغة المبلغة عندنا يا سيدي لها خمس اوزان الوزن الاول واحد يبقى سيغة المبلغة عندنا لها كم وزن لها خمس اوزان يعني اي كلمة جيلة على وزن من الاوزان دي اعرف على طول ان الكلمة دي سيغة مبلغة اتفقنا يا عالم اقول لك كاذب هل كاذب دي سيغة مبلغة ما تجيش تقولي استنى شو بتدل على قسرة الجنب الكاذب ولا لا لا طبعا ما تحسبش كده انت حضرتك عشان تعرف هي دي سيغة مبلغة ولا لا ابتوزنها يعني ايه بوزنها واستاذنا هعرفك انا بوزن ازاي لما بحب بوزن الكلمة قلتلك ده في اسم الفاعل بعمل ايه بحدد التلت حروف الاصليين للكلمة تلت حروف اصليين بحددهم اعلم عليهم كده واحد اتنين ثلاثة فين التلت حروف الاصليين هنا يجي واتحة مكشف نفسه يقولي يا استاذنا انا ما بعرفش حد التلت حروف الاصليين يالا خلبوس ما بتعرفش ازاي يعني انا لو جيت قلتلك تلعلي تلت حروف من هنا كده هم دول يبواصل الكلمة هتقولي كاذ لأ هتقولي اذب لأ يا مصر الكلام غريب ده هتقولي الكاذبة ايوه صح هم دول حلو يبقى التلت حروف الاصليين هي الكاف والزل والبق اصاد الحرف الاول قلتلك نحط فا واصاد الحرف رقم اتنين اللي هو الزل هنحط عين واصاد الحرف التالت اللي مكتوب عليه رقم ثلاثة هنحط لام اتفنى ونعمل ده التوصيل تعرف تلعب تقليع بنت التوصيل هنوسط هل الحرف الغالبان ده المسكين ده اصاده حاجة لا مش اصاده حاجة يبقى ينزل زي ما هو فتلاقيني بقولك كاذب على وزن فاعل هل انا عندي في صيغ المبالغة كلمة على وزن فاعل لا استاذنا ما عنديش وزن على وزن فاعل يبقى دي ابني من صيغ المبالغة ده اسم فاعل ثلاثي اتفقنا اتفقنا لكن لما اجا اقول لحضرتك كلمة زي كلمة ايه كلمة زي كلمة غفور وكلمة زي كلمة شكور اجا اقول لك هذا رجل شكور والله غفور هنا لما اجا بص على الكلمتين دول بقول انهم صيغة مبالغة ليه صيغة مبالغة لانهم على وزن فاعل اه على وزن ايه؟ فعول فلما جاعد يلا غافرة التلت حروف الاصليين عاجزن بقى فاعة والرق اصادها لام الواو الغالبان اصادها حاجة لقى تنزل زي ما هي واصل يبقى فعول طب شكور التلت حروف الاصليين ايه؟ شاكرة عاش اصاد واحد احطي فاق و اصاد اتنين احطي عين و اصاد ثلاثة احطي لام والمسكينة نزلها زي ما هي يبقى شكور على وزن فعول صعب الموضوع؟ لا طيب اتفقنا؟ اتفقنا ادخل بقى على صيغة فعيل صيغة فعيل زي لما قول لحضرتك كده كلمة زي كلمة ايه؟ ساميع وعليم كلمة زي كلمة ساميع وكلمة زي كلمة عليم وكلمة زي كلمة رحيم اي كلمة على وزن فعيل لو جينا نيوزن نفس الفكرة بالظبط تعال كده نيوزن التلت حروف الاصليين فين؟ ساميعا ساميعا على وزن ايه؟ قصاد واحدة حطي فا وقصاد اتنينة حطي عين خلي بالك فين ميم هنا بالرقع؟ لا ده انا عجبك الخط بتاعمها يعني بهدلك فدي ميم ميم وقصاد عينة حطي لام تبديها تنزل زي ما هي يبقى ساميع على وزن فعيل طب وعليم نفس الكلام التلت حروف الاصليين ايه؟ عاليمة على وزن فاعي لا ايه واحد حط اللام تحت الياء والله العظيمة بهدالك الياء مش مترقامة يبقى تنزل زي ما هي تلاقي نفسك ويلت فعيل اتفقنا؟ خلاص يا سيدي؟ خلاص؟ ماشي ايه المهم؟ دي تاني صيغة عندنا اللي هي على وزن ايه؟ فعيل طالت صيغة عندنا قالة وهي مفعال مفعال زي لما قول لحضرتك كلمة مقوال ومعطاء ومكثار مكثار يعني كثير القسرة عارف انتها؟ تمام مكوال يعني كثير القول عارف انت كده فيه صاحبك كده رغاي اللي هي يقول عليه رطاط كل شهوههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه في اي حاجة. فبنقول لها ده رجل مكوال. تاني تاني حاجة واحد عمال يتصدق وبكثرة. يتصدق وبكثرة. يبقى بنقول عليه ايه معطاء. حتى كده معطاء. آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم الايامة كده اتخيل والناس بقى كلها وقفة في الشمس والشمس بتبعد عن ميل ميل ده اللي هو كيلو. ازدت من الكيلو بحاجات بسيطة كيلو تلتمية كيلو ومتين يعني شيء من هذا القبيل. المهم ان في سبعة. سبعة مش سبعة اشخاص وانما سبع اصناف اي حد بيعمل فعلي من دول بيبقى محطوط قاعد في التكيف كده تحت الظلة. الظلة دي اللي هي ظل عرش الرحمن. مين بقى? واحد تصدق بيمينه حتى لا تصدق بيمينه واخفى يمينه عن يساري حتى لا تعلم يساري ماء فقط يمينه. معنى الحديث يعني. يعني واحد كده هو راح يتصدق. خبأ ايده الشمال وتصدق بيده اليمين. مش معنى ان خبأ ايده الشمال ان هو لازم يعمل الحركة دي. وانما الهدف من الحديث او المقصد من الحديث ان ما كانش حد يعرف ان هو بيتصدق. ما كانش بيزيع لصحابه. مش هو بيتصدق على الحد هو ماشي بيقوم طالع العشر من يفضل يفردها كده قدام صحابه ويقول يلا. ها الله العظيم الواحد بيعمل كده لا. رغم الناس دي ما يطمر فيها اصلا ولا تستحق. وسانا يلا بعملها كده عشان خطر ربنا. تمام? المهم ان نرجع لموضوعنا. معطاء يعني ايه? كثير العطاء. معطاء يعني ايه? كثير العطاء. وعلى فكرة كثير العطاء يعني مش لازم تبقى ساري. عشان ما جيش تقولي تبا انا وستاذنا مش انا مش غني. كثير العطاء يعني بيعطي كتير كفعل. ممكن ما يكونش بيعطي كتير كمال. يعني ممكن واحد يكون بيتصدق في اليوم بجنيه. ايه ده جنيه بس? كل يوم بيتصدق هو كده معطاء. انت فهم? واحدة واحدة كده. معطاء يعني كثير الفعل. يعني يعطي وبكسر. الفعل يعطي بيتحقق كتير بيحصل كتير. يعني انت ممكن تعمل كده مشروع مع نفسك في البيت. حصلها صغيرة كده من الحصلات اللي اتباعها من 10 جنيه ولا من 15 جنيه. دي اللي ايه? الحصلة الصفيع العادية دي. لو كل يوم حاصطيت فيها الجنيه اللي بيتبقى منك من المواصلات الجنيه اللي بيبقى منك من احيانة جنيه 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 مش لازم تقول لي انا لازم اطلع اطلع عشرة جنيه عام لو تعرف ماشي جنيه كل يوم بس كل يوم انت كده اخر الشهر انت كده محسول لك ان انت كل يوم بتتصدق بس اطلع الفلوس في الاخر ما تزغللش في عينيك عارف انت احيانا ما بتيك تفتح العصالة الدنيا بتزغلل في عينيك كده وردي لو ايه احنا ممكن نعمل مشاريع عملاقة بالفلوس دي المهم نرجع لموضوعنا هنا عندي كلمة معطاء وكلمة مكوال على وزن مفعال اتفقنا اتفقنا حلم ندخل بعد كده على وزن فعال فعال زي لما اقول لك رزاق رزاق واب وهاب او ما اجا اقول لك يا دي يا نصاب كلمة نصاب صيغة مبالغة على وزن فعال اي كسير النصب ماشي وكذلك صيغة فعل صيغة فعل زي لما اقول لك كلمة زي كلمة حذر وكلمة زي كلمة لبق اجا اقول لك ده خليك حذر حذر يعني بتحضر أو لابك لابك يعني بيتكلم كويس كده وقت لابك بيعرف يتكلم أو ثمل أو يقز يقز يعني مسحسح ثمل يعني سكران اتفانع منها اتفانع يا أستاذنا طيب أنا عايز أقول لك كامل حوظة مهمة جدا 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 وأنا عمالها أسمع الأوزان عمالها أقول لك خلي بالك يا ابني أوزان صيغة المبالغة فعول فعيل مفعال فعال فعال أنت عملت تتفرج علي وصيبني عمال أقولي الأوزان مع نفسي ليه؟ عشان أنت في دماغك خاصة استراتيجية ما تخرش الماء أن أنت أصلا مش هتحفظ الوزن ده أنا بقول لك اللي في دماغك فأنا لازمتها أحفظ الوزن طب ما هي الموضوع سهل مستر يديني أي كلمة كده وأنا طلعها لك أن هي صيغة مبالغة موضوع سهل جدا فجأ أقول لحضرتك كلمة زي كلمة إيه؟ تقول لي بس صيغة مبالغة على وزن فعول أدي أول ألم وخبطة بتاخدها على دماغك وأول ألم بتاخده على ويشك ليه؟ عشان حضرتك من الخطأ رغم أن صيغة مبالغة من أدفه الدروس اللي موجودة عندنا في المنهج لكن الغلطة بتاعتها أن أنت لازم فعلا 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 الكلمة توزنها وتطلع على الميزان صح ليه؟ عارف الكيكة؟ شفت الكيكة تبدو أنت كده وأنت بتاكل كيكة ماما بتعمل كيكة فأنت بتيجي تاكل فتفضل تتأمر بقى تقول لها كيكة أصلي مش عارف إيه أصلي إيه أصلي إيه أصلي إيه سهلة كيكة فيها أعمال إيه الكيكة اللي انت شايفها سهلة هي فعلا طريقتها سهلة بس إخلال أي مقدار من المقادير اللي بتتحط جوه تبوز الدني ما تطلعش بالشكل اللي انت متخيله فلما أجا أقول لحضرتك يا ابني دي صيغة مبالغة وقال لي استنى مصطر أنا ما باخدش بالشكل عشان ما تضربش على قفاية لازم أوزن الكلمة دي اسمها إيه اسمها وضوء كل سنة وانت طيب بسم الله الرحمن الرحيم غلط ليه بس يا أستاذنا لأن أنا هنا بقول لك أنا أول صيغة عندي اسمها فاعول في عيال فاكرة من التشكيل ده ده عبارة عن رفاهيات رفاهيات في الحياة بنجدع بيها التشكيل ده أساس الوزن يعني لما قول لك فاعول يبقى لازم فاعول يبقى لازم الحرف الأول يبقى مفتوح والتاني مضموم طيب وانا إيش عرفني انت الكلمة وانت تعرف ما ينفعش فاعول فعول أصلا مش حاسمها فعول بس ما علينا ما ينفعش فعول ما ينفعش زي كلمة وضوء ما اسمهش وضوء اسمها وضوء طيب وضوء انت ضمية الواو ما تنفعش صيغة مبالغ ما تنفعش اتفقنا؟ اتفقنا؟ طيب خلي بالك من الحتة دي الله يصلحها لك يبقى تركز لي في الموضوع ده أبوز دماغك يبقى التشكيل ده مش رفاهيات مش رفاهيات نفس الكلام هنا لما قولك فاعل نفس الكلام هنا لما قولك مفعال نفس التشكيل ده نفس الكلام هنا لما قولك فاعل نفس الكلام هنا لما قولك فاعل فاعل الفاقة مفتوحة والعين مقصور طيب وتشكيل الحرف الأخير اللي هو اللام مش مهم عندي مش مهم أنا مهم عندي الحروف اللي ها مشكلة يبقى دي من الصغة مبلغة اخلي بالك من الصغط مبالغة ومن الصغط مبالغة ليه يا مصطر مش على نفس الوزن الوزن مش مقصوب بها الحروف مش عشان هنا الحرك القبل الاحير وارخ فانتاك خدعت اصلار بحروف الحرف القبل الاخير وارخ اتفانا طيب اين اللي بعد اذا اقول له حضرتك كلمة زي كلمة مقول وكلمة زي كلمة مصوم كلمة زي كلمة مقوم ومصوم صغط مبالغة تلا استني تعلمت لا يلدك المؤمن من جحر مرتين أستاذنا أنا مركز قوي استنى مشكل ما 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 المين مفتوحة ما 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 قول والقف مضمومة لا الحرف الأول مفتوح والتاني مضموم لها مستر دي صيغة مبالغة على وزن فعول أقول لك غشيم الدحك عليك دحكت عليك تاني مرة عارف ليه هتقول ليه لا أنا واثق التشكيل مزبوط إلا بقى لو أنت هتكراها بسيغة تانية يبقى أنت كده هتلغبطني أصلا أنا مش هكراها بسيغة تانية أنت كرأتها صح هي اسمها مقول على وزن فعول بس أنت غلطت تاني غلطة وبرضو جربت بالإحساس وبالسنس اللي أنت توزن أنت ما وزنتش بجد لا وزنت من غير قصة ما وزنت عارف لو كنت وزنت وكنت عملت إيه كنت حددت الثلاث حروف الأصليين أنت حسبتها بالوين بعنيك العين ما بتوزنش العين بتعمل إيه صح فأنت عملت إيه الخوارزميات بتاعت عقلك عملت كالقاتي أربع حروف كلمة أربع حروف والحرف القابل اللي أخير هو والحرف الأول مفتوح والتاني مضمون كل سنة طب سيغة فعيل ليه تحس إن هي نفس الرتم ما هي غفور مقول غفور مقول شكور مصوم هي نفس الرتم يبقى سيغة مبالغة على وزن فعيل غلط وده من الأخطاء الشنيعة اللي بتقع فيها الطلقة يا عدم سيغة مبالغة لأ والدليل إن انت توزن أنا عايزك توزن مش أنا وزنت معك هنا والدنيا كانت تمام ممكن توزن لي ده حاضر يا أستاذي تعال نوزن لما نشوف القصة إيه فين الثلاث حروف الأصلين هتقولي الثلاث حروف الأصلين آه قوالة ممتاز يبقى الثلاث حروف الأصلين هم القاف والواو واللام هل مقول أصلها مقلة هتقول لا مستر لا بصراحة لا مقول أصلها قوالة اللي يقل يقول الله ينور عليك يبقى الثلاث حروف الأصلين هم أنا متعود أوزن إزاي بعدما عند الثلاث حروف الأصلين أصاد واحد أحطي فا بالتواسي كده وأصاد اتنين أحطي عين وأصاد ثلاثة أحطي لام المسكينة الغالبان أصاد حاجة لأ الوزن طلع معي مفعل آه صح طب يا مستر هو أنا أصلا عندي هنا وزن اسمه مفعل لا معنديش حاجة اسمها كده معنديش وزن بالشكل ده دي مش سيرة مبالغة أضحك عليها أمالدي إيه هقول لك كمان شوي كلمة مصوم سيرة مبالغة استنى مستر عشان بقى أنت كده لغبطيني وأنا بقيتش مقامل ليك كلمة مصوم سيرة مبالغة نشوف القصة دي تعال بقى ها يلا بسم الله فين التلات حرفين الأصليين أهم مصوم أصلا صوى ما أصاد واحد نحطي فاق واتنين عين وتلاتة لام طب المين أصاد ده حاجة لأ تنزل زي ما هي وصل يا حبيب قلب الكلمات المتقطعة بتاعتك أو الحرف المتقطعة بقيت مفعل أنا عندي سيرة مبالغة على وزن مفعل لأ جدع بس يبقى دي من صغط مبالغة يبقى أبوز دماغ حضرتك أبوز دماغ حضرتك أبوز دماغ حضرتك أبوز دماغ حضرتك خلاص وبعد إذن حضرتك تمام لازم حضرتك توزن لازم حضرتك شوفنا نعمل أضايق وقت دي في حدة لازم توزن لازم توزن عشان ما تركبش المرجاحة والله العظيم لو ركبت الزحلقة تنزل تحت أنا بعرفك أهو طيب يبقى دي الملحوظة رقم واحد دي الملحوظة رقم إيه رقم واحد حلوة أبوز الملحوظة رقم اتنين أجا أقول لك كلمة زي كلمة إيه أجا أقول لك كلمة زي كلمة مقضي أو كلمة زي كلمة مسعي كلمة زي كلمة مقضي دي مصير بنبالغة ليه لأن أصلها قضى قضى نفس الكلام أجا أقول لك كلمة زي كلمة مبيع أو كلمة زي كلمة مهيب أجا أقول لك عمر بن الخطاب مهيب حكمه خلي بالك كل الكلمات دي من صغط مبالغة هركبك المرجح لإني مبيع أصلاها باياعة على وزن فاعلة نزل المين تديني مفعل مهيب أصلاها إيه مهيب جاء من كلمة هابا يهيبو من الخوف يقولك الوات دا ليه هيبة الراجل دا ليه هيبة بخاف منه يبقى مهيب أصلاها هايابا على وزن فاعلة نزل المين تديني مفعل بس كده خلاص خلاص كده تمام ممتاز يبقى دا مش صيغة مبالغة يبقى القاعدة الأولى خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك صيغة فعول وصيغة فعيل تتشابه مع اسم المفعول إيه دا إيه دا إيه اسم المفعول يا مستر هنفضوا دلوقتي اسم المفعول اللي هو في المحاضرة اللي بعد دي اسم المفعول زي كلمة مقول وزي كلمة مبيع وهعرفك ساعتها اسم مفعول ليه المهم دلوقتي انت عارف ان دي منصيرت مبلغة يبقى دي اول ملحوظتين في صيرة فاولة وصيرة فايلة صيرة فايل انا عندي لها ملحوظتين كمان ملحوظتين اه الملحوظة الاولى علش هنمسح دي كده نمسحك نمسح دي كده 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 هم عاملين دي فاعلة ونستغل المساحة دي خليبات منصيرت فايلة اخلي بالي رقم واحد منه في كلمات بتيجي على وزن فايل بس منصيرت مبلغة زي كلمة ايه قال لي زي كلمة طريق وزي كلمة سبيل دي الملحوظة رقم واحد طريق وسبيل تعالى نوزنها تقول لي تعالى نوزنها يا اخوي يلا انا اخاف منك اهي طريق ها اصلها طراقة على ازني فاعلة نزليات الدنيا فاعل ولاك ممتاز انت وانت بتقول طريق اصلها طراقة معلش يعني يعني ايه طريق اصلها طراقة هو طريق ليها اصلا اصلة او ليها فعلي متاخدة منه لا تعالى اقولك خلي بالا خد القعدة اي كلمة دلت على ذات دلت على جماد دلت على شيء ملموس ما يفعش تبصية مبلغة يعني ايه حضرتك الطريق ده مش انت بتمشي عليه لما اقول هذا طريق اهو طريق انا ماشا اهو يا مستر لا انا ما بنسوهش اكيد ما انت مش ارد مش هتلمسه بايدك انت بتلمسه برجلك عادي جدا فرجلك بتلمسه خلاص المهم دلوقتي ان شيء ملموس ادام شيء ملموس يبقى من صيغة مبلغة حتى لو على وزن من اوزان صيغة المبلغة حتى لو على وزن فعيل وبالذات خلي بقى من صيغة فعيل دي عشان مؤذية في الحتة دي نفس الكلام لما اقولك سبيل لا هذا سبيل لا سبيل يعني طريق طبع نفس الكلام ماشي ملموس يبقى تقولي على طول يا استاذنا دي مش صيغة مبلغة ليست صيغة مبلغة ليست صيغة ايه مبلغة تمام لانها دلت على ذات يعني ذات يعني دلت على شيء شيء ملموس يبقى دي ملحوظة في صيغة فعيل عندي ملحوظة تانية في صيغة فعيل تخلب عليك منها هي يا استاذنا خلي بالك من كلمة قوي وزكي وعلي قوي وزكي وعلي كل الكلمات دي صيغة مبلغة على وزن فعيل معلش 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 خدنا على قد عقلي ماشي يا عندك كلمة 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 كوي كوي صيغة مبلغة على وزن فعيل هيا هان وزن فعيل تعال ago امم انت مطلوب منك تعرف ان هناك كوي صيغة مبلغة على وزن فعيل بس انا هاشرحه عشنا تبقى كده مستقن ياسقه وقبات الشاي اللي جنبه ومركز معايا قوي هي اصلاها ايه اصلاها قوي الياء المشددة دي في اتنين ياء هنا الاولى ساكنة والتانية متحركة لان اي حرف مشدد معناه ان الحرف هي حرف مقرر الاول ساكن والتاني والتاني متحرك متحرك يعني ايه ضمة وفتحة وكسر على حسب الاعراب يعني الفتحة والضمة والكسر دي متغير على حسب اعراب الكلمة المهم لما نيجي نيوزن الكلمة دي تعال انا وزنة الزنة على وزن فعيل فين التلات حروف الاصليين القوف قوية اصلاها قوية القوف والواو والياء الاخيرة لان اقول قوية دي ياسا كنة مش هي دي الحرف الاصلي عرفت منين قديني بقول لك اهو لان اقول قاوي ياء وصاد الاول احطي فقوة التاني عين والتالت لامولياء تنزل زي ما هي تبقى فعيل قوي هي دي بس انت ما شفتش اللي حصل ده لان الشدة مش مخلاك تشوف اللي حصل بس على ذلك افاكز بقى زي امين كلمة قوية وكلمة علية وكلمة زكية كل الكلمات مشددة الاخرة اللي بالشكل ده صيغة مبالغة على ازن ايه فعيل 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 بس كده طيب ندخل بعد كده على صيغة مفعال صيغة مفعال خلي بالك منها خلي بالي من ايه خلي بالك ان صيغة مفعال بدأ بمين مكسورة ميمي ميمي لكن دي بدأ بايه حارف الاول مفتوح هنا بدأ بمي مي 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 ما يفعش ما مينفعش مو لازم مي مين مكسورة صيغة المبالغة اللي على وزن مفعال بتتشابه مع اسم الالة بتتشابه مع اسم الايه الالة الالة خلي بالك منها بقى لما اجا اقول لك كلمة زي كلمة ايه كلمة زي كلمة مفتاح او كلمة زي كلمة مزياع بص كده مزياع دي على وزن مفعال لان ايه اصلا زاياعة على وزن فاعلة نزل مين والقالف تديني مفعال طب كلمة مزياع تنفع تبقى صيغة مبالغة وفي نفس الوقت لما نيجي ندرس اسم الالة هتلاقيني بقول لك يا ابني خلي بالك اسم الالة يأتي على وزن مفعال قال له هي مفعال تبع صيغة المبالغة ولا تبع اسم الالة الوزن ده ينفع ييجي في صيغة المبالغة وينفع ييجي في اسم الالة يعني لو جاتت في الامتحام مزياع أقول اسم آلة ولقول صيغة مبلغة على حسب الجملة لو كلمة مزياع دلت على جماد ماينفعش تبقى صيغة مبلغة يبقى صيغةها اسم آلة لو مزياع دلت على شخص أو صفة لشخص يبقى صيغة صيغة مبلغة يعني لو قلت لحضرتك هذا أو صديقي ربنا يصلح حاله ويبارك له مزياع لأسراري هنا صديقي مزياع لأسراري هل هنا مزياع دلت على جهاز المزياع اللي هو التسجيل لا لا خالص وانما مزياع هي صفة لصديقي مش صفة اللي هي طعرة بنعة مش قصدي انا قصدي وصف لصديقي صديقي ان هو مزياع لأخباري لأسراري انت فانا يبقى دي صيغة مبلغة ولا اسم آلة لا صيغة مبلغة لكن لو قلت حضرتك مثلا هذا مزياع مزعج او اشتريته مزياعا جديدا هنا كلمة مزياع اصب يامين اصب يالألة نفسها بس خلاص يبايا اسم آلة خلاصنا جميل يبقى انا بقول لك الملحوظة دي عشان تبقى ايه معايا وحضر معايا في الصورة كده بزهنك وبجوارحك وبمشعرك وبأحاسيسك كل حاجة عمنا صيغة فعال والله صيغة فعال صيغة جميلة وبنت حلال وما فاش اي حاجة انا نفسي عارف هيا النقط رحت فين انا كنت اعطت نقط هنا رزق وهاب بص بقى صيغة المبالغة فعال النقط راحت صح نقط راحت في حدة في حاجة غلط المهم صح صح معايا رزق وهاب ما فياش اي ملاحظات تاخد بالك بس ان ايه ايوة في شد في شد بس في شد هنا تاخد بالك منها قبل الالف خلي بالك من الصيغة دي لان الحرف الاول لازم يمفتوحه التانية مكسور زي حذر ولبق وثمل وياكز الى اخره دي صيغة المبالغة اللي موجودة عندي بالخمس اوزان اتفانا عن منا اتفانا يا استاذنا طيب ملحوظة اخيرة عايز اقولها لك قبل ما نخش في الاعمال رغم ان كل الملحوظات دي او الملاحيث دي انا مجمعلك تحت في كلام معلمين كل ده مجمعولك تحت بص يا سيدي صيغة المبالغة احنا قلنا ان هي بتتاخد من الفعل صح اه طيب صيغة المبالغة لما بتتاخد من الفعل بتتاخد من فعل سلاسي ولا غير سلاسي غالبا بتتاخد من فعل سلاسي ده الغالب ده الغالب لكن احيانا احيانا صيغة المبالغة تأخذ من فعل غير سلاسي يعني لما انا اقول لحضرتك دلوقتي كلمة زي كلمة غفور وكلمة زي كلمة شكور هي غفور فعلي هي صيغة المبالغة نذير وصيغة المبالغة بشير وصيغة المبالغة معطاء لو جيت بسيط على الكلمات دي وكلها دي صياغ مبالغة طيب نذير فعلها ايه ما ينفعش تقولي نذير فعلها نظرة غلط ليه ليه غلط نذير فعلها أنظر ايو مستر انت بتقول دي عشان انت مدرس عربي فانت عارف يعني انت بتقوله وترد على نفسك احنا غلاب يا مستر يعني انت بتقول نذير فعلها أنظر وانت بتجاوب لكن انا كطالب لو مكانك او لانا السؤالة تحطه قدامي انا كنت هقوله النذير فعلها نظرة انا ايش عرفني طيب بص حبيب قلبي لازم دايما انت بتجيب الفعل يكون الفعل بيدل على نفس معنى صيغة المبالغة يعني حضرتك لما بتقول اكل فعلها اكلة انا متفاهم لان اكلها هي اكل يعني الاتنين اكل حضرتك لما بتقول غفور فعلها غفرة انا متفاهم لان غفور معناها غفرة هو ده معناها اصلا تمام يبقى لازم الاول صيغة المبالغة لما تجيب الفعل بتاعها يبقى الفعل بيدل على نفس الكلمة بيدل على معناها دي حاجة منطقية متفقين في الحدة دي متفقين طب هنا لما اقول لك نذير معناها ايه هتقول لي بصنا مش عارف معناها بالفصحة يعني قوي بس انا هجيبها لك كده باللغة العامية هتها يا عمي بالعامية بتقول النذير يعني خوفه يعني لما اقول لك ده يعني نذير يعني معنى كأنه بيخوفه بيحذره بيقول له خلي بالك حلو ممتاز انا انا راضي باللي انت وصلت له ده نذير لو انت بالمعنى اللي انت قلت عليه نظرة بقى معناها ايه آه ما ممكن تكون نفس المعنى لا مفيش حاس مهنا ممكن تكون نفس المعنى موجودة عندي في سورة مريم لما قالت اني نظرت للرحمان صوما فلن اكلم اليوم انسي يعني نظرت نظرة معناها قطع لنفسي عهدا عارف انت كده ايام الامتحانات لسه لسه بعيدة شوية عندك الموضوع ده ايام الامتحانات حضرتك كده وانت داخل على الانتحانات بتبقى ايه تاخد على نفسك كل العهود تقطع بقى كل العهود وكل المواطيق وكل الايمانات ان انت ان شاء الله باذن الله اوما تخلص سانوية عامة وربنا لو قرمت بيقول لانت عايزها ساعتها بقى تبقى انسان صالح وساعتها بقى تتصدق على الفقراء وساعتها بقى كل الفلوس اللي معاك هتطلع نصها لله وهبر بقى والديك عشان انت مش عايفت بالروم دلوقتي عشان انت بس مضغوط نفسيا ومضطرب ذهنيا والكلام ده كله وساعتها بقى هتسيب صحابك دول وتسحب بقى اصدقاء الدكاترة والمهندسين والناس بقى اللي هي المجتهدة الى اخره تمام انت في اللحظة دي انت عملت ايه انت نظرت نظرت يعني قطعت على نفسك عهدد اللي احنا بنسميه باللغة العمية ندرة ده انا ندرة علي تفنى؟ طيب هل نذير متاخدة من فعل نظرة؟ لا طبعا خالص وانما نذير لو جيت قلتلك هات فعلها حطولي في جملة هتقولي انا انظرتك ايوا انظرة يبقى نذير فعلها انظر مش نظرة وعشان تتأكد حط في جملة مش الطرف تحط خلاص؟ يعني ما تقول مثلا المعلم نذير لطلابه شيل كده وحط المعلم نظرة لطلابه نظرة بالضاء يعني نظر ليهم نظرة دي مش هينفع لكن المعلم انظرة طلابه ايوا ماشي طيب صحي كده تفارى؟ طيب نفس الكلام بشير ها بشير فعلها ايه؟ الله ينور عليك لا انت لا انت اللي قلت ابشار انت لا مش انت انا بقول الله ينور عليك التاني اللي قال بشر اما بتاع ابشار يعني ابشار اه انت اخدتها بالسنس اللي هو ايه؟ نذير انظر بشير بص حيموت ويحفظ اللي هي برضو العيال اللي انا عايز افهمه اللي هو ايه؟ نفسه ياخد رتم انت ارميني في الطريق واسبني وانا انا اخوض انا انت ارميني عالطريق دلني بشير فعلها ايه بشر ليه مش ابشر انت عارف يعني ابشر عارف لما تمسك البصلية عارف فلما تقول لي ابشره يعني ايه ابشره ابشره تب ما معنى كلمة بشير بشير يعني قال له خبر صار هل بشير زي ابشر لا بشير زي بشر اجي احطها في جملة اقولك بشرته بالخير او الرجل بشيره للناس بالخير اه صح لكن ابشر لا هنزعل مع بعض نفس الكلام لما اقول حضرتك معطأ معطأ في علاج ايه عم الحاجة تقول لي فعلها اعطأ اعطأ ايوه كده صحي مصبوط فلما اقولك دلوقتي دي كلها صيغة مبالغة مشتقة من الفعل الايه مشتقة من فعل غير السلاسي مشتقة من الفعل الرباعي وده نعدلها لما بيحصل اتفقنا اتفقنا طب مستر قفرض فيه كلمات زي كده صعبة انا حتطهلك كده كده في جدول كل الكلمات المشتقة من الفعل الرباعي هتطلق في جدول عشان ترايح دماغك من الوزية دي دفعنا عمنا ماشي اللي بعده تعالى بقى احنا وصلنا فين ده اللي موجود عندك في الملزمة سياغ المبالغة اهو تمام ودي الامثلة بتاعتها وبعد كده هندخل على الاعمال احنا قلنا ان سياغة المبالغة بتعمل عمل فعلاء بنفس شروط اسم الفعل بنفس الشروط اللي كانت موجودة عندنا في اسم الفعل بالزبط وبالملي بالحانتوفة يعني يا مستر تعمل عمل فعلها بنفس الشروط اللي كانت موجودة في اسم الفعل يعني خليك معايا كده سانية علش احنا روحنا فين اهي بص كده اجا اقول لك ايه اجا اقول لحضرتك الله غفور زنوب عباديه الله غفور زنوب عباديه لو جدت بص هنا الله غفور زنوب عباديه معذرة هنا غفور صيغة مبالغة اه انا عندي اسم الفعل وصيغة المبالغة بيعملوا عمل الفعل بتاعهم المبني المعلوم ترفعوا فاعلا او تنصبوا مفعولا او ممكن تعمل اتنين وكنت قلت لك بعرف ده ازاي بشيغ صيغة مبالغة واسم الفعل وحط الفعل بتاعها ما كانها واقرأ الجملة مشيت يبقى عاملة هل غفور هنا لو شلتها وحطت ما كانها غافرة وقلت الله غفر زنوب عباديه مشيت اه يبقى غفور صيغة مبالغة عاملة وقلت لك يعني ايه عاملة يعني بتعمل عمل الفعل بتاعها يعني ايه بتعمل عمل الفعل بتاعها يعني هفاهي ابسطها لك يا مصدر يعني يا مصدر كده معناها ان بعدها هيجي فعل او مفعول بيه تب وانت ايش عرفك يا ابن ايه فعل او مفعول بيه تقول لدي انت تاريخي مقوي هقف عند الفعل يا مصدر واسأل سؤالين مين اللي غفر وماذا غفر مين اللي غفر الله سبحانه وتعالى ماذا غفر الله سبحانه وتعالى زنوب عباديه يبقى زنوب عباديه مفعول به وكنا بنقول عليها مالها بنسميها معمول اي حاجة اسم الفعل وصيغة المبالغة ترفعها او تنصبها بنسمي اللي ترفع او تنصب ده اي عمنا بنسميه معمول معمول الله ينور عليك اتفقنا طيب ماشا مصدر بس انت كنت قيل الشروط احنا كنا قيلين شروط اعمال اسم الفعل هي نفس شروط إعمال صغيرة المبالغة فاكر أنا كنت أقيل لك شروط الإعمال بصفة عامة هم إيه حاجة من الاتنين لإما يتصل بها ألف ولام فساعتها تعمل دون شروط أجأ أقول لك إيه بص كده بص كده بص الحتة دي لما يتصل بها ألف ولام تعالي مسح ده بقى كده واحد لما يتصل بها ألف ولام زي لما أقول لك أحب المعطاء الفقراء حقوقهم أحب المعطاء الفقراء حقوقهم لو بصينا هنا فين صيغة المبالغة اللي موجودة عندك هل في أي مشتق عامل لما أجأ أقول لك عريب يا ابني كلمة الفقراء أنا أقيل لك من الجزء اللي فات في اسم الفاعل أقيل لك أول ما أقول لك تعرف تعمل إيه تبتدي الدورة تعسعس على أي مشتق عامل في أي مشتقات هنا أه معطاء صيغة مبالغة على وزن مفعال عاملة ولا مش عاملة فيها ألف ولام يبقى عاملة مصدر أدام قلت عاملة يا مصدر يبقى أنا مش عايزك تعرف بالوايم عشان في طلبة بتعمل إيه أوه في مشتق هنا عامل يبقى لبعضه فعل أو مفعول طيب أنت هتعرف إيه والله مصدر هنتوكل على الله أيوة هتتوكل على الله يبقى مش هتغبط هتتوكل على الله يبقى تحط الفعل هنا أدام عامل أوتوماتيك حط لي الفعل في جي وقت دقيق حبيتين يقول لي مصدر بصراحة أحط الفعل الماضي ولا المضارع عشان يعني ما الدقيق عشان سنوية عامة فنظام حديث 20-23 فلازم نبقى صراحة أحط المضارع ولا الماضي يعام حط اللي تحطه وش هتفرق معنوم أنت تحط الفعل وتشتغل يعطي من اللي بيعطي هو اللي أنا بتكلم عنه حلو يبقى اللي بيعطي المفروض الفعل مستتر ماشي ماذا يعطي هو هو ده اللي أنا بتكلم عنه ماذا يعطي يعطي الفقراء استنى 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 مصدر ده الفعل يعطي من الأفعال اللي تنصب مفعولين خلي بالك فمعنى كده أن هيجي معنا 2 مفعول بيهم جدعة يبقى الفقراء تعرب مفعول بي أول ماذا يعطي الفقراء حقوقهم يبقى حقوقهم تعرب مفعول بي سامي منصوب بالفتحة منصوب بالفتحة عادي جدا طب والضمير أي ضمير يتصل بالكلمة مضافئة ليه ماشي يا عمنا ماشي ده في حالة أنه اتصل بيها ألف ولا طيب في حالة أن صيغة المبالغة كانت ناكرة في حالة أن صيغة المبالغة كانت ناكرة يبقى اللي هيحصل كالقات يا أستاذنا لازم يتوفر في اللحظة دي شرطين الشرط الأول أن الجملة تدل على الحال أو الاستقبال وقلت لك الحال أو الاستقبال معناها إيه ما يكونش فيه ظرف ماضي يعني حال واستقبال يعني الجملة 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 ما يكونش فيه ظرف ماضي يبقى لو المشتق ناكرة لازم الجملة تكون تدل على الحال والاستقبال ما يكونش فيه ظرف ماضي تمام يعني لو قلت لحضرتك دلوقتي بص 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 الطالب مقوال الكلام أمس وعلى فكرة أمسي لأن أمسي مبني على الكسر هنا لما أجل قلت لك مقوال صيغة مبالغة أه المفروض أن هي عاملة لأن أقدر أحط الفعل وأقول الطالب يقول الكلام بس هنا حصل خلل أنا هنا حطت لك كلمة أمس فبوصلك الدنيا فقول لك لا خلي بالك الدنيا بزت منك يابا ليه يا أستاذنا لأن بمجرد ما أحطت كلمة أمس يبقى أول شرطة حصل فيه خلل لازم الجملة بتاعتي تكون ايه آه تدل على الحال أو الاستقبال اتفقنا؟ اتفقنا أيوة يعني دي مش عاملة؟ لا دي مش عاملة لأن أول شرط حصل فيه خلل عندي طيب يا أستاذنا؟ ماشي يا أستاذنا؟ طيب أفرد يا أستاذنا قلت الطالب المقوال الكلام محبوب هنا كلمة المقوال أمس هاي زودت لك كلمة أمس أوه؟ عاملة أولا مش عاملة؟ يجي لها دي قلت لك ده فيه كلمة أمس؟ لا مش عاملة غشيم لأن أنا أقيل لك إذا اتصل بها ألف ولام تعمل دون شروط إمتى بقول لك أن الجملة لازم تدل على الحال والاستقبال لما يكون المشتق ناكرة؟ لكن لو المشتق فيه ألف ولام كده كده هيعمل خلاص خلصت فيه أمس فيه غدا فيه مبارح فيه بكرة فيه أول مبارح فيه السنة اللي فاتت فيه سعاد فيه نهة مش هتفرق معايا عامل فيه كل الحالات طيب يا مساهل يا رب وبالتالي عامل فهنحط الفعل ونشتغل الشرط الثاني عندنا يا أستاذنا النوع إيه؟ يعتمد على قلت لك واحد يعتمد على إيه؟ مبتدأ أو موصوف أو يصبك بإيه؟ بنافي أو نداء أو استفهام أو أن يكون إيه؟ أو أن يكون حال بس كده قلت لك يعتمد على مبتدأ معناها أن المشتق بتاعك يبقى خبر يعتمد على موصوف معناها أن المشتق بتاعك يعرف نعت يعتمد على نفي معناها أن يبقى فيه نفي زي ما أو لنقى وإلى آخره أي أن كان يعني نوع نفي فيه نفي عندك والمشتق اللازق في النفي نداء يعني فيه نداء عندك والمشتق اللازق في النداء استفهام يعني فيه استفهام عندك بهل او اه والمشتقي اللازق في الاستفهام حال يعني المشتقي نفسه هو اللي يعرف حال خلاص اتفقنا؟ اتفقنا طيب مثال سريع كده سريعا وإحنا شغالين أجل أقول لحضرتك اعتمد على مبتدأ زي لما أجل أقول لك كده المؤمن رحيم قلبه المؤمن رحيم قلبه هنا لو بصنا في الجملة دي أنا عندي رحيم صيغة مبالغة عاملة ولا مش عاملة؟ عاملة طبعا لأنه قدر حط الفعل مكانها راحيمة وقول المؤمن رحم قلبه أو يرحم قلبه ماشي تب سبب الاعمال ايه؟ يا مصدر ما اعتمدت على مبتدأ الجملة ما فيهو الزرف ماضي اعتمدت على مبتدأ قدام خبر يبقى اعتمدت على مبتدأ يبقى على طول نحط الفعل يرحم ونشتغل مين اللي بيرحم المؤمن؟ ماذا يرحم معذرة مين اللي بيرحم قلبه المؤمن؟ يبقى قلبه تعرف فاعل مرفوع على مترفع الضم عادي جدا يجي لها ديقولك استنى مصدر ده أنا كنت هقول زي ما انت قلت غلطت كده وقلت لنا من اللي بيرحم المؤمن؟ حلو مين اللي بيرحم المؤمن؟ ماذا يرحم قلبه؟ يعني المؤمن بيرحم قلبه؟ ولما قولك الودة احلى حاجة رحيمه قلبه يعني رحيمه قلبه؟ يعني قلبه هو اللي رحيم تمام فلما قول رحيم ونقلبه مين اللي رحيم القلب لانه ما يفعش تقول رحيم المؤمن المؤمن هو اللي برحيم وماذا يرحم المؤمن قلبه ما يفعش ما يفعش طيب مستر طيب افرد انا لو لا قدر الله اطلغبطت في الكلمة في صيغة المبلغة اللي بعد صيغة المبلغة فعل ولا مفعول انا متلغبط لعايز اتأكد اعمل ايه عايز تتأكد هديك مثال تاني هو قولك تريحه لوجد خد مثال تاني اجا اقولك ايه هذا او الرجل ذكي عقله هنا كلمة عقله ها تعرى بيه تقول لزكي صيغة المبلغة على وزن فعيل انت لسه محفظاني فوق حلو عاملة لانها عتملت على مبتدع عشان هي خبر جميل ممتاز عقله تعرى بيه بقى هو مين اللي ذكي الرجل ولا العقله عقله يبقى عقله هي اللي فعل هتقولي يا مستر اتنا الرجل ما هيعقله جزء من الرجل هقولك حلو انت كده هتتلغبط ادامها هتتلغبط تعمل ايه لو انت شكيت في الكلمة اللي بعد صيغة المبلغة هي فعل ولا مفعول به جرب تعمل مقص لو مشي يبقى هي فعل يعني اعمل مقص اعمل مقص ببين الكلمتين ينفع اقول المؤمن قلبه رحيم مشيت اه يبقى معنى كده ان فعلا قلبه هنا فعل ادام المقص نفع ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الرجل زكي عقله عقله زكي مشيت او والله مشيت يبقى كده الخطة نكحت لكن لو قلت لحضرتك بص بقى المثال ده الجندي حذر اعداءه هنا حذر صيغة مبلغة اعتمدت على مبتدع عشان هي خبر عاملة حلو هحط بقى مين اللي بيحذر الاعداء ولا الجندي لا الجندي يبقى الاعداء مفعول به طب عايزة اتأكد انها مش فعل اعمل مقص مش هتمشي الجندي اعداءه حذر مشيت ما مشيتش مش هاسمها الجندي اعداءه حذر حلو جدا مبتئس اتفقنا يا عمينا اتفقنا اتفقنا اروح قلب عمينا يبقى ده بخصوص انه اعتمد على ايه انه اعتمد على مبتدع اعتمد على موصوف معناه انه يصبق الله راحت فين خدت علينا اعتمد على موصوف معناه هنا انه يكون نعت اعربه نعت زي بالظبط لما اقولك ايه لما اجا اقولك كده رأيته جنديا يقزا سلاحه في المعركة رأيته جنديا يقزا سلاحه في المعركة هنا انا عندي كلمة يقز صيغة مبالغة على وزن فعل عاملة ولا مش عاملة اعربها عشان تعرف سبب الاعمال ايه اعرب اعرب المشتاق اللي هو اسم الفعل وصيغة المبالغة اعربها ايه ناكرة ناكرة وصفت ما قبلها صفة الجند يقز سلاحه اه يبقى نعت ادم نعت يبقى اعتمدت على موصوف يبقى ما معنى كلمة اعتمدت على موصوف ان هي تعرف ايه نعت المشتاق يعني يبقى على طول تقولي هنحط الفعل بتاعه مكانه يلا ها يقز هو مين اللي يقز السلاح ولا الجندي لأ طبعا السلاح السلاح واللي يقز يبقى السلاح تعرف ايه السلاح تعرف فاعل اعمل مقصة عشان تتأكد سلاحه يقز شكرا لحضرتك جميل جدا ممتاز طيب اعتمد على نفي معناها ايه عن منا اعتمد على نفي معناها ان هي سبقت بنفي سبقت بايه سبقت بنفي زي بالضبط لما اقول ايه زي لما اقول ما ما مقوال الخير الا الصادقون انتهينا لابسيط انا عندي مقوال صيغة مبالجة على وزن مفعال عاملة لانها سبقت بنفي لازم سبقت بنفي النفي يكون لازق فيها رجالة لازم يكون لازق فيها لازم يكون لازق فيها عاملة عاملة اعم حاطة الفعل بقى واشتغل يقول مين اللي بيقول الخير ولا الا الصادقون اه يبقى صح صح انا عايزة كنت بتقرأ تقرأ الجملة كلها هنا في شقلبة في تقديم وتأخير بيقولك ما يقول الخير الا الصادقون يعني مين اللي بيقول الخير في النهاية الصادقون يبقى هنا دي فاعل يبقى الصادقون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لانها جامعة مذكر سالم طيب ماذا يقول الصادقون يقول الخير والخير تعرب مفعول بيه خلي بقى من الا ممكن يحصل فيها شلط طيب او تصبك باستفهام تصبك باستفهام زي بالزبط لما اقولك ايه زي بالزبط لما ادع اقولك اه اغفار الرجل اخطاء اصدقائه الهمزة دي همزة الاستفهام خلي بالك غفار صيغة مبالك اعتمنت على استفهام حط مكانها الفعل بتاعها يغفر ها مين بيغفر الرجل فاعل ماذا يغفر الرجل اخطاء تعرب مفعول بيه منصوب بالفتحة واصدقائي تعرب مضافي ليه عادي جدا اتفقنا اتفقنا طيب تعال اقول لك ملحوظة بس قول لي ملحوظة بس بص هيب قلبي في حالة النافي وفي حالة الاستفهام في حالة النافي وفي حالة الايه الاستفهام احنا اتفقنا الكلمة اللي بعد اداتة النافي والكلمة اللي بعد الاستفهام بتعرب ايه بتعرب مبتدأ يعني كلمة غفار هنا وكلمة مكوال بتعرف ايه عم منا بتعرف مبتدأ خلاص تفانى سؤال كده سؤال كده لما اجا اقول لك هو فين الخبر ادام المشتق اللي جاي بعد همزة الاستفهام عامل مش هتلاقي خبر ازاي جملة من غير خبر اسمع مني هتروح على الحاجة اللي اسم الفعل او صيغة المبالغة رفعتها وتقول لي ها وتقول لي فاعل سد ما سد الخبر عشان بس لو لقيتها ما تتخدش تاني مستر حاضر غفار مبتدأ صح اه لانها جاي بعد همزة الاستفهام وهمزة الاستفهام عبار عن حرف مبني لها محلة لها من الاعراب حرف نفي مبني لها محلة لها من الاعراب عادي جدا طيب الكلمة اللي جات بعده دي دي ها تقرأ بايه مبتدأ فين الخبر بتاعهم ادام المشتق عامل يبقى معنا كده اني مفيش خبر ان الحاجة اللي ترفعت هتتعرف فاعل سد ما سد الخبر فين الحاجة اللي ترفعت كلمة الرجل فين الحاجة اللي ترفعت الصادقون يبقى تتعرف فاعل مرفوع على مترفعه الواو سد ما سد الخبر يعني سد ما سده يعني تم المعناه الرجل هنا فاعل مرفوع على مترفعه اتضم سد ما سد الخبر وده انت ما بتقولوش ده بتلاقيه في الاختيارات والله كتبه لك في الاختيارات كان بيها ما كتبهاش هو حر خلاص تمام كده جميل اللي بعده يصبك بنداء يصبك بنداء زي بالزبط لما اقول ايه يا سميعا دعوة المضطر اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا ووفقنا جميعا هنا كلمة سميعا انا عندي صيغة مبالغة عاملة لانها اعتمنت على نداء شكرا لحضرتك يبقى ايه عاملة حط مكانها الفعل بتاعها يسمع من اللي بيسمع هو ماذا يسمع دعوة يبقى دعوة تعرب مفعول به وعندي كلمة ناكر يا جيب بعدها معرفة وضحتها مضاف اليه يبقى المضطر مضاف اليه حال يعني ايه تعرب حال تفنى يا سدزة خلاص يا رجالتنا طيب ممتاز تعال بقى ناخد الملحوزات بتاعتنا تاني كلها على بعض كده تاتا تاتا واحنا ماشيين بقى لصيغة مبالغة تشتق غالبا من الفعل السلاسي وده اللي احنا قلناه وانا قادرة من فعل غير السلاسي تمام كده خلي بالك من الجزئية اللي احنا قلناها امعطاء ابوك اهي معطاء صيغة مبالغة اعتمنت على استفهام ابوك فاعل خليباك هتنصب مفعولين اي مشتكم اتخب من افعال بتنصب مفعولين هينصب مفعولين الفقراء مفعول بي اول ماذا يعطي ابوك الفقراء صدقات مفعول بي ثاني منصوب بالكسرة لانه جمع مؤنس ثاني طيب يلا بينا بقول لي بقى بص بقى عندك مغوار صيغة مبالغة من فعل رباعي اغارة معطاء اعطى مهوان اهانة مقدام اقدمة معوان اعانة دراك بشير مش ابشرة بشير بشر نزير انظر زهوق ازهق الى اخر طيب صيغة المبالغة قلتها لك فعول وفعيل تتشابه مع اسم المفعول ودي يقونها صيغة المبالغة مفعال تتشابه مع اسم الآلة ودي يقونها خلي بالك من كلمة قوية وزكية وعالية وطقية وشقية وصفية وولية وحفي وهين ولين وبين كلها صيغة مبالغة على وزن اهين على وزن فعيل تمام خلي بالك من كل حرفة على وزن فعال لا تعتبر صيغة مبالغة قلت لك أصلا أدام حرفة يبقى صدمة بحد زي كلمة نجار وخباز وإلى آخره يبقى دي كلها إيه وسواق أدام هو حد اسمه سواق يعني السواق يقولك جاء السواق ذهب السواق إلى آخره ذهبته إلى النجار ذهبته إلى الخباز كل دي ليست صيغة مبالغة لأنها دلت على ذات شخص ملموس تمام أخيرا الجزئية اللي احنا شرحناها في اسم الفاعل بقررها لك وبقى أختم لك بيها تاني بقول لك خلي بالك يا حبيب قلبي خلي بالك من لما جا جيب لك صيغة مبالغة الشروط متطبقة فيها بس أقوم حتطلق ضمية واحدة أدام حتطلق ضمة واحدة أو فتحة واحدة أو كسرة واحدة على الكلمة يبقى أنا بقول لك إيه مش قادر أنوين طب أنا ما بقدرش أنوين إمتى المجرم المضاف إليه هو اللي بيمنع التنوين يبقى لما جا قل لك محمد رحيم القلب بص كده رحيمه حطي الضمة صح؟ آه رحيمه يبقى ساعتها تقول لي يا أستاذنا ده خبر عادي جد مفيش مشكلة بس القلب مضاف إليه لكن لو قلت لي محمد رحيمه خلي بك عشان ده تانوين بالضمة طبعا في الامتحان بيبقى التانوين مصبوط رحيمه هنا المشتق بتاع حضرتك عليه تانوين؟ آه يبقى قرب الشروط قدام الشروط متطق كل سنة وانت طيب تب افرد ما كانش حطت حاجة وقال لي محمد رحيمه القلب أو رحيم القلب بالشكل ده أو رحيم قلبه بالشكل ده أدام ما حطش حاجة خلاص طبق شروطك لو شروط متطقك خلصنا يبقى رحيم صيغة مبلغة اعتبنت على مبتدأ حط الفعل واشتغل مين اللي بيرحم قلبه ويبقى قلبه تعرف فعل؟ انتفقنا؟ انتفقنا طيب عندي نفس الكلام محمد رحيم قلبه ومحمد قلبه رحيم الحتة دي انا اشرحها في الوحدة الثالثة في الجملة الاسمية عشان تقدر تفهمها وبقوة انا اشرحها السريع دلوقتي محمد رحيم وانقلبه نفس الفكرة صيغة مبلغة جي بعدها عاملة من اللي بيرحم قلبه ويبقى قلبه فعل لكن لو قلت محمد قلبه ورحيم هنا ماينفعش تقول لي قلبه فاعل ليه؟ لان رحيم صيغة مبلغة المفروض الفاعل والمفعول اللي بيجي بعد المشتقي بيجي بعده ومش بيجي قبله ومينفعش يجي قبله طيب ما القلب وهنا تعرى بيه؟ عادي ده خبر جملة اسمية وخبر الجملة الاسمية مكون من كلمتين الاولى مبتدأ الثاني والتاني خبر طيب انا ما عرفش ايه قصة المبتدأ الثاني ده هنشرحها في الجملة الاسمية عديها دلوقتي لما نخش عليها خلاص يا سيدي اتفقنا اتفقنا عن منا؟ تمام يبقى احنا كده شرحنا كل التفاصيل اللي تخص صيغة المبالغة من قريب ومن بعيد اشتركوا في القناة